في الوقت الذي رفعت السلطة شعار التقشف طالبت الشعب بتفاهم الوضع المالي الصعب تشير معطيات إلى صرف ما يفوق 2 مليار سنتيم كمستحقات المبيت فقط بأفخم الفنادق لحوالي 517 نائبا برلمانيا لثلاثة ليال متتالية دون احتساب مستحقات أخرى هذا الانفاق المعتبر جاء قبيل مصادقة أغلبية النواب على مشروع تعديل الدستور في إطار الامتيازات التي تمنحها السلطة لهذه الفئة برغم سياسة التقشف في إطار استراتيجية ضمان الأياد المرفوعة انفاق الخزينة العمومية في هذه المناسبة لم تكن الحادثة الأولى التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر فقد تعودت السلطة القائمة في أكثر من مناسبة على منح امتيازات لأعضاء الغرفتين كلما وجدت نفسها في حرج في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من جديد بخصوص إمكانية رفع قيمة مناح النواب